عنوى الحلقة. يعني سنتكلموا اليوم حول كيفية تعديل الاستمارة اللي منعنا في الفيديو السابق. اللي هو كيفية استمارة الدريبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين عبر أسر قناة تفهمتك للتقافة والتواصل والإبداء الفني الشبابي. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة بحول الله وتقبل الله سيابكم. يعني شفتوا عنوى الحلقة. يعني سنتكلموا اليوم حول كيفية تعديل الاستمارة اللي منعنا في الفيديو السابق اللي هو كيفية ملء استمارة دريبة اليوتيوب لمعظم ديال اليوتيوبревز. ما عارفين ش كيفية ملؤؤة الاستمارة وكيف تقعوه في الغلط. وهذا ما فيش اللعب يعني إلى ملأتي الاستمارة تقدر تقطع تلك صفر في المياه ولا خمسطه في المياه ولا ثلاثين في المياه على حسب الملأ للملأتي في الفيديو السابق او الفيديو لي ورسكم سابقا. يعني احبتي فلديو إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ما عليك سوى الاشتراك وتفعيل الجرس وكذلك بترك تعليق باش توصلوا بالجديد وبالنسبة للناس اللي عندنا في القناة وكذلك ما تنسوناش تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الأهل والأقارب والأحباب أحباتي في ذا فاصل قصير ونواصل على بركة الله أحباتي في الله كيف ما قلت لكم طريقة كيفاش نعتلو البيانات اللي درنافل السمارة ديال الطريبة اليوتيب يعني كنين الناس اللي معرفوش يدخلوا البيانات ديالهم ووقعوا في الخطاء وخلطوا بين شعبان ورمدان وبالزاف ديالحويج يعني حتى مكان الإقامة ديالهم والرمز البريدي ديالهم معرفوش اش من رقم غادي ديرو يعني وبالتالي الفيديو هذا هو تتمت الفيديو السابق اللي غادي نوريكم من خلاله وكيفاش نعتلو الاستمارة هادي بخطوات مدقاقة أحبتي في الله أول خطوة كنقوم بها هي كندخلو الحساب ديالنا دي الـ AdSense ومن بعد كنمشيو لهات ثلاثة الشرطات اللي كني الفوق من بعد كنمشيو الدفوعات كنمشيو الدفوعات كنها بطول تحت كنمشيو إدارة الإعدادات الإعدادات كنمشيو المعلومات الضريبية في الولايات المتحدة كذلك كنعبطو إدارة المعلومات الضريبية وبالتالي قطلع لنا ذا الرسالة هادي إرسال نموذج جديد يعني هذا هو النموذج القديم في الفيديو السابق لدرنا وهذا إرسال نموذج جديد نقلق وليه نموذج جديد كمشيو نطلع الفوق أرسال نموذج جديد إذا بدأت باستخدام نموذج جديد ستستمو إزالة نموذج الذي سبقا أرسلته إلغاء استخدام نموذج جديد إذا كنك يسي على استخدام نموذج جديد هادي يمشي لك النموذج القديم يعني بالنسبة الناس اللي داروا ملؤوا السمارة بطريقة صحيحة وسريمة يعني ما كيلاش أنكم تستعملوا عاوثاني هذا هذا الفيديو هذا أحباتي مخصص الناس اللي عندهم داروا الغلاط ولقوا مشاكل كيفش يملؤوا البيانات ديرهم أحباتي في الله كيف ما قلت لكم أديروا بدء استخدام نموذج الجديد وبالتالي سيطلع لكم عاوثاني المطباس وغادي تدخلوا وتمشيوا إطاب بريطاب والفيديو هذا كين في الفيديو السابق أحباتي في الله اللي هو كيف يسمي استمارة ضرائب يوتيوب أحباتي في الله هكذا كان موضوع لحلقتنا لهذا اليوم أحباتي في الله نتمنى أنكم تكونوا السفتو في هذا الفيديو هذا وما تنسوش أحباتي في الله تدعمونا بلايك ديركم والاشتراكات ديركم أحباتي في الله وكذلك التعريق إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسوش تشاركوا الفيديو والدينا لأصدقائي لكم وكذلك أقارب الأهل والأحباب أستودعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله سبحانه وبركاته